كما نقول باللغة الإنجليزية هناك ثلاث حلول لرئيس الوزراء هناك أولها هو الوجود الأمريكي التحدي الثالث هو انعدام الاستقرار في حكومته والتحدي الثالث هو النفوذ الإيراني على العراقيين وهذه التحديات أيضا متضاربة إن ما يمكن فعله ومن شأنه أن يسهل ويهدئ من هذا الوضع على رئيس الوزراء هو خروج الولايات المتحدة أن تسحب الولايات المتحدة الأفراد الـ 2500 أنا لا أتفق مع ضيفك المتحدث الأول بأن داعش سيعود الظهور أعتقد أن العراق قادر على التعامل معهم إن الولايات المتحدة باقية هناك لأنها تشعر بأنها عليها أن تتعامل بشكل جدي مع إيران وهذه الأمور مرتبطة بما يجري في قطاع غزة لا يمكن أن نقوم بالدعم لإبادة في غزة وأن نتوقع أن العراق سيتمشى مع ذلك فنحن لا نساعده ورئيس الوزراء في العراق يواجه هذه التحديات كلها ترجمة نانسي قنقر